نورتوني يلا نشوف الجزء التاني من الفيلم واللي ما شافش الجزء الاول فايته كتير وقبل ما نبدأ نصلى على النبي ونعمل لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وبيحققوا مع الراجل العجوز ومراته وبيعرفوا منهم ان في شيء زي الجبل ضلل على البيت وحاسوا ان الارض كلها بتتحرك وكان ليه صوت كأنه نغمة حزينة نورة واندريس بيفحصوا البيت وبيمشوا وراء اثار الرجلين ولما بيشوفوا اثار الرجلين بيلحظوا انها غرزة في الارض جدا وده دليل على ان الجسم ده تقيل وضخم وبتنزل نورة تدور على اي اثار بيولوجي زي جلد او ضوافر لكنها مش بتلاقي غير اثار تراب بس فبتفتكر كلام باباها وبتبدأ تتأكد منه وبعدين بيمشوا بالطيارة عشرين كيلو وراء اثار الاقدام دي لحد ما الاثار بتختفي عند جبل وبتسجل نورة ملحظتها ان الغل بيستخدم شكله الصخري كتمويه وبعدين طلبت منهم انها تروح تزور باباها لانها يفيدهم جدا في الموضوع ده وبيكون عايش في كوخ في الجبل واول ما بيحس بوجودهم بيطلع لهم هو خايف ومعه بندقية لكن نورة بتسيطر على الموقف وبتهديهم وبعد كده الحج بيسمح لهم بالدخول وبيستغربوا جدا من كمية الصور اللي محتوطة في الكوخ وكلها عن غول الجبل وبيقول لهم الحج محمود ان الحكومات من الاف السنين كانوا بيمنعوا اي شكل من اشكال الحفر وده لانهم كانوا متأكدين من وجود غول الجبل لكنهم عتموا على الخبر عشان محدش يتكلم في الموضوع ده وبعدين نورة بتفرج باباها على الفيديو فبيكمل باباها الكلام وبيقول ان غلان الجبل كانوا منتشرين في جبال النرويج والحكومة استخدمت السجناء الروس لبناء سكة حديد نورلاند ولما وصلوا الجبل معين وهما بيحفروا ووقفوا وده لان في شيء منعهم ومع ذلك بدل ما يتقبلوا وجود الغلان والمحافظة عليهم في نظامهم البيئي صوروا للناس ان الغلان كائنات غبية ولقيمة وشريرة وطلب منهم انهم يتحركوا معاه فورا عشان يوريهم الغول وبيبص على اثار الاقدام وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا للمكان فبينزل الحج محمود وبيعمل حراجات غريبة وبيشم الارض وبيدق الحشائش فحست نورة بالاحراج وقالت لباباها يلا علشان هنمشي واتضح ان نورة بعد كل اللي شافته مش مقتنع بوجود غول الجبل لحد دلوقتي وبرضو مش مصدقة باباها وفاجأة وهي بتتكلم مع باباها الشمس بتغيب والدنيا بتغيم ونورة شافت عين ظهرت في الجبل وباباها كمان شاف العين دي فاتصدم واتضح انهم وقفين فوق جسم الغول فبيترعبوا وبيهربوا من المكان فورا والغول بيغضب وبيحاول يمسكهم وبيركبوا الطيارة بسرعة وفضلوا يلفوا حوالين الغول وبنلاحظ ان حجموا مهول جدا وبيصوروا كل اللي حصل ده وبيبعتوا الرئيسة الوزراء وفارقها واتصدموا كلهم من اللي شافوه وبتروح نورة وباباها لرئيسة الوزراء وقالت لباباها ما يقولش ان ده غول جبل قدامهم لانهم هيضمروا الغول ده وهيعتموا على وجوده وهي محتاجة تدرسه كويس ولما بيكون على اتصال بغرفة العمليات بيقولهم الحج محمود ان ده غول جبل وبدأ ينفعل عليهم عشان يسيبوا الطبيعة في حالها ويلغوا مشروع السكة الحديد لكنهم خدوا كلامه ان ده تطول على الحكومة وتردوا برا بعدها نورة حاولت تقنع رئيسة الوزراء انهم يزبروا شوية لحد ما تدرسوا كويس لكنها قالت لها ان الموضوع خرج من ايدها والجيش هو اللي هيتصرف في الموضوع وطلبت منها ما تدخلش في الموضوع نهائي وان مهمتها خلاص امتهت ووزير الدفاع طلب التحرك فورا في مكان الغول عشان يدمروه يخلصوا منه في اسرع وقت وبعدين بتروح نورة لباباها وبتقوله ان القصص الخيالية لحصت دماغك وهي ماشية باباها بيقول لها انت جتيلي من الاول لانك عارفة ان كلامي صح وفضلت اعمل ابحاث عن الغول لمدة 20 سنة لكن محدش صدقني وبيكرر انه يدفع عن الغول بطريقته الخاصة ومش هيسكت ومش هيستسلم وقال لنورة اختاري يتكوني معايا يتكوني معاهم ونورة اختارت تكون مع باباها وكمان اندريس انضم معاهم بعدها بدأت الكوات تتحرك ونورة فضلت تترجى كريس انه ياخدهم معا في الطيارة وانهم هيتفرجوا من بعيد من غير اي تدخل واخيرا بيوافق وبتتنقل الكوات للمكان وبيفضلوا مستنيين ظهور الغول بمعداتهم التقيلة والدبابات وباباها بيقرب منها وبيحكي لها حكاية عن كراهية الغول للمسيحية لان اجراص الكنيسة مرتبطة عنده بالحروب وبيقدر يشم ريحة الاشخاص المسيحيين فبيقتلهم ورغم ان الرواية مفيش عقل يصدقها الا ان نورة المراضي واسقف كلام باباها وبتصدقه بعدها بيظهر الغول من وسط الجبال وكريس بيصوره للقيادة فبياخد اوامر بقتل الغول فورا لكن الحج محمود بيقولهم محدش هيقدر يموته لانه مخلوق من الحجر وقلبه وعضمه من التلج وفعلا بيضربه بالنار ومش بتأثر فيه ابدا لكنهم اغضبوه وبدأوا يضربوه بالاسلحة التقيلة والدبابات وكمان الطيران بيدربوه بسواريخ مهولة كأنهم في حرب واكتر واعتقدوا بكده انهم بينهو عليه لكنه بيخرج من وسط الانفجار وبدأ يواجه قوات الجيش بمنتهى الغضب فالجميع بيجري وبيحاولوا يستخبوا في اي مكان ونورة وباباها واندريس وكريس بيستخبوا ورى جزع شجرة ومعهم جندي كمان فبيقرب الغول منهم مباشرة وبيكون الجندي اللي معهم خايف ومسك الصليب وعمال يصلي والغول بيشم رحة الجندي ونورة ما كانتش متوقع ان كلام باباها يطلع صح للدرجات دي وفعلا بياخد الجندي وبيبصله بمنتهى الغضب وبياكله في لحظة والحج محمود بيروح للغول وبيحاول يتكلم معاه ويهديه وفعلا الغول بيهدى جدا وبيستجيب للحج محمود وباباها بيبصلها بسعادة وهي كمان بتكون فخورة بيه لان اخيرا ابحاسه مضعتش هضر لكن للأسف الجيش بيستغل الفرصة وبيضرب نار على غول الجبل تاني فبيغضب الغول من تاني وبيقتل الحج محمود من غير قصد فبتجري نورة على باباها قبل ما يموت وبيكون فرحان لانها صدقته في النهاية وانه مش مجنون وقال لها تقرم ذكرته كويس لانها فهر سائل مهمة وقال لها كلمة الملك والقصر وبعدها بيموت وبتروح نورة للقعدة وبتعد تقرم مذكرات باباها عشان تلاقي اي اسرار لهزيمة غول الجبل وبيجي لها اندريس وكريس وبيسألوها عن ايه الحل مع الغول قالت لهم نورة ان اي سلاح من اسلحة الجيش مش هيقصر فيه لكنهم ممكن يسيطروا عليه من خلال اجراص الكنيسة لانها بتخوفوا جدا ولما بيعرضوا الخطة على الجيش مش بيقتنعوا بكلامها وقال لها ان دي خرافات لكن رئيسة الوزراء سألت اندريس وقال لها ان كلام نورة مظبوط وكريس كمان قال لوزير الدفاع ان الاسلحة الحديثة مش بتأثر في غول الجبل وما فيش مانع نجرب الخرافة مع كائن خرافة واخيرا وزير الدفاع بيدهم الازم وبيتغير المشهد في منتزه قريب من الجبل وبيكون مكان مليان بالاطفال والعائلات فاجأ الناس كلها بتحس ان الارض بتتهز والغول بيظهر هناك والناس كلها بتترعب وبتجري ومن كتر الجاري الناس بقت تدوس على بعضها بالرغم ان الغول واقف مسالم وعمال يتفرج عليهم ونورة وبقية الكوات استخدموا اجراص الكنيس وعلقوها على الطيرات الهولوكوبتر وفضلوا يلفوا بيها حوالين الوحش ونورة مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل بعد استخدام الاجراص ومع ذلك بيكملوا خطتهم والغول بيحط ايدي على ودانه واتضح ان الصوت فعلا بيديقوا وبيئزي وبينزل على ركبه من كتر الالم وافتكروا ان كده خطتهم بتنجح لكن الاجراص في الطيرات ووقع اتنين منهم ومسك طيارة في ايده وحدفها على طيارة تانية والطيارة بتقع على طفل واقف في المنتزل لكن الغول بيمسك الطيارة على اخر لحظة وبينقذ الطفل وبابا وبيبص لهم الغول كأنه بيعتذر لهم وكده ما بقاش فاضل غير طيارة نورة وفارقها واستنوا بقى الاحداث الفيديو اللي جايه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد